تلاميذ سنة الثالثة ابتدائي السلام عليكم هذا اختبار الفاصل الثاني في مادة رياضيات الموضوع موجود على القناة في كومينوتي من أجل الطباعة وإعادة حلية لا تنسوا الدخول على القناة الاشتراك وتفعيل جرس إشعارات ليصلكم الجديد التمرير الأول نبدأ في حلية معا أنجلس العمليات عموديا لدينا عمليات الجمع عمليات الطرح عمليات الضرب وعمليات الضرب إذا نبدأ بعمليات الجمع سبعة آلاف對吧 وأثمانمائة وإثنان وخمسون زائد الفين وأربعمائة وثلتة وخمسون دائما من الوحدات ثلاثة خمسة أربعة وأثنان ذا كما معا ثلاث inhaleri ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة نضيف خمسة خمسة زائد خمسة جيد سوية عشرة نكتب الصفر أحتفظ بالعشرة ثمانية زائد أربعة ثمانية فقاس ثلاثة عشرة ثلاثة عشرة نكتب ثلاثة ونحتفظ بالعشرة سبعة زائد اثنين تسعة والواحد عشرة إذا تسعي عشرة آلاف وثلاثة مئة وخمسة ننتقل إلى العملية الثانية عملية الطرح ستة آلاف وثمانمئة وخمسون ناقص الفان و أبعمائة وثلاثة وخمسة ثلاثة خمسة أبعمائة ثلاثة خمسة ناقص ثلاثة ستفعون أسرامي ثلاثة لا أستطيع ثلاثة عشرة وعجعوها في الأسفن تصبح عشرة ناقص ثلاثة عشرة ناقص ثلاثة هنا تصبح عشرة هنا تصبح ستة هنا خمسة زائد واحد وهنا عشرة ثلاثة ناقص ثلاثة من ثلاثة و أسعاد إلى العشرة ثلاثة خمسة ستة سبعة تبنية تسعة عشرة أحسنتم سبعة خمسة ناقص هنا تصبح ستة خمسة ناقص ستة لا أستطيع أستطيع هنا تصبح خمسة عشرة وهنا تصبح خمسة أربع الزائد واحد خمسة هنا خمسة عشر خمسة عشر ناقص ستة ستة نصعد إلى خمسة عشر ستة سبعة تمانية تسعة عشر يحن ناقص اتنى احسنتم تسعة تمانية ناقص خمسة خمسة نصعد إلى التمانية خمسة ستة سبعة تمانية نسوي ثلاثة ستة ناقص اتنى احسنتم أربعة تمانية تسعة ثلاثة ستة سبعة تسعة العملية الثالثة عملية الضرق تلاتة وعشرون الضرق أربعة أربعة نضربها في الثلاثة ثم نضربها في الثلاثة ثم نضربها في الثلاثة ثم نضربها في الثلاثة ثلاثة 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 دائماً العدد الكابير أكتبه و أكتبه فرق 789 و العدد السائر في الأسفل 8 نضرب 8 في 9 ثم نضربها في 6 ثم نضربها في 7 8 ضرب 9 أحسنتم 72 أكتب الـ 2 و نختفض بالـ 7 8 ضرب 6 أحسنتم 8 و 40 نضرب 7 8 و 49 50 51 52 53 54 55 نكتب الـ 5 و نختفض بالـ 5 8 ضربناها في 6 ثم نضرب 7 8 ضرب 7 56 نضرب 5 56 57 58 59 60 1 6 60 52 55 نراجع العمليات 7852 أكتب الضرب 4 92 70 79 80 62 65 55 ننتقل إلى التمرين الثاني أكتب الجوداءات التالية على شكل جمع تكراري إذا لدينا جوداءات عملية الضرب نرجعها على شكل جمع أكتب الجوداءات هذه الجوداءات على شكل جمع تكراري جمع وتكراري إذا لدينا 9 ضرب 4 نرجعها جمع نبدأ بـ 9 نكتب 9 كم نكتبها من مرة أحسنتم 4 مرات 1 2 3 4 إذا 4 مرات 9 1 2 3 4 9 ضرب 4 9 9 3 ضرب 4 3 نكتبها 4 مرات 3 3 3 3 3 3 1 2 3 4 3 4 3 3 3 8 5 8 نكتبها 5 مرات 8 2 1 2 3 4 5 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 12 10 12 10 12 13 12 14 12 12 12 13 13 13 14 نرتيبها ترتيب تصعودي مع وضع الرمز المناسب ترتيب تصعودي مع رمز المناسب ترتيب تصعودي معناه من الأسغر إلى الأكبر نبدأ من الأسغر نعين منزلة الالاف إذا من الأصغر نبحث عن العدد الصغر ترتيب تصعودي مع رمز المناسب العدد الصغر أحسنتم هو 27 إذا 27300 هو الأسغر لدينا تلاتة وسبعون وسبعة وثلاثم من الأسغر أحسنتم واحد وثلاثم ألف نواصل بقي لنا تلاتة وسبعة sweetness وسبعة وثلاثم ألف من الأسغر إلى الأكبر اذا من الأسغر أحسنتم سبعة وثلاثم أثلاثم ألف أخيراج تلاتة وثلاثم ألف و 4gio من37000 ع 370200 الثماني الأمام أتمنى المتثاليءienen الأعداد لاحق الأعداد نلوقون الثامن و smooth وهنا 2100 كما أضفنا حتى الجنزل تحصل إذا 2100 لنبلغ أجري عمليات الطرح 2100 ناقص ٢٠٠٠ كي نعرف كم أضفنا سفون ناقص ٢ هو السفون سفون ناقص ٥ لا أستطيع عشرة نجعل عشرة عشرة ناقص ٥ أحسنته ٥ واحد ناقص ١ إذن أضفنا ٥٠٠٠ أضفنا ٥٠٠٠ أصبحت ٢٠٠٠ إذن من هنا نضيف نفس الشيء ٥٠ من هنا نضيف ٥ ونفس الشيء نضيف من هنا ٥ إذن ٢٠٠٠ نضيف لها ٥٠٠ أحسنته ٢٠٠٠ نضيف ٥٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠٠ نضيف ٥٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠ يمكن إجراء عملية الجمهة ٢٠٠٠ ٢٠٠٠٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ دينار سؤال ثاني سؤال ثاني سؤال ثاني ما هو الثمن جميع العلبة اشترت خديجة خمسة علبين اشترت خمسة علبين اقلاء علبة كل علبة تحتوي على ستة اقلاء هنا يوجد ستة اقلاء سؤال ما هو عدد الاقلاء في جميع العلبة ما هو عدد الاقلاء الموجودة في جميع العلبة نلاحظ انه يوجد ستة زائد ستة زائد ستة زائد ستة جمع تقراري نوجد عمليات ضرب تصبح ستة ضرب احسنتم بستة ضرب خمسة ستة زائد ستة زائد ستة زائد ستة زائد ستة كما فعلنا في الثمن ثاني نوجد عمليات الجداء تصبح ستة ضرب خمسة اذا عدد الاقلاء في جميع العلبة هي ستة ضرب خمسة تصبح ستة ضرب خمسة تصبح ستة زائد صرب ثلاثون اذا عدد الاقلاء في جميع العلبة عدد كل الأقلاء هي ثلاثون نجيب عن السؤال ما هو عدد الاقلاء في جميع العلبة نجيب عدد الأقلام في جميع الأقلام أحسنتم 30 قلم نواصل يبلغ 8 العلبة الواحدة 40 دينار 8 العلبة الواحدة 40 دينار 8 العلبة الواحدة 40 دينار 8 العلبة 40 دينار كذلك 40 دينار 40 دينار سؤال ما هو 8 جميع العلبة إذن 40 زائد 40 زائد 40 زائد 40 زائد 40 أو نرجعها جدا 40 ضرب أحسنتم 40 ضرب 5 نجري العملية عمودية 5 ضرب 0 5 ضرب 4 نضرب 5 في الصفر و 5 في الأربعة تسوي أحسنتم 20 إذن وجبنا 200 نجيب عن السؤال ما هو 8 جميع العلبة نجيب عن السؤال 8 جميع العلبة أحسنتم 200 دينار نرجع الوقت إذن اشترت خديجة خمسة أولى من أقلام ملونة كل علبة تحتوي على ستة أقلام كل علبة لما نرى كل علبة عمليات مباشرة عمليات الجميع ما هو عدد الأقلام في جميع العلبة؟ 5 ضرب 6 وجدناها 30 علبة ثم يبلغ 8 علبة الواحدة كذلك العلبة الواحدة عمليات مباشرة عمليات الضرب 40 دينار كم لدي من علبة؟ 5 علبة 40 دينار ضرب 5 40 ضرب 5 وجدنا 200 دينار السؤال ما هو تم جميع العلب؟ 8 جميع العلب 200 دينار وهكذا انتهينا من حل اختبار إلى اختبارين قادم إن شاء الله والسلام عليكم